موسيقى مهيك؟ مين هالباب؟ موسيقى انت؟ شو جابك؟ بعتذر، ما كان لازم اجي بدون ما خبرك لا لا، هو انا بس كان اصدي انا بظن ان مهيك اخدت القرار الصحيح اليوم انا اقتنعت ان من عيلتي هلا لأول مرة هي بتحكي بمنطق متل ما انا بحكي دائما وسمعت مني يا زكي انت ما بتفهم هي وافقت تتجواز بس لانك اصريت هي ما كان بدي تقضي الباقي من حياتك بالشارع وخليني لك شغلة وحدة بس وقت القرار بيتاخذ بسبب الخوف من شي حدا وقت ما بيكون صح ابدا حل عني كانت؟ تصلي ببامي لنحدد الموعد فورا ما لازم نأجل الشي المنيح استاذ، اتفضل فوت لا بس جيت لهون لحتى اعطيك هي شو هي؟ ما انسي، بعطي علبة الغداء مع موهيت واعك كمان عمي تفضل اذا بتريد، تفضل كانت؟ كانت؟ ايه، ايه، لكن احنا منعتذر عني اللي صار مبارح ما اسفاجأتونا انتو اجيتوا بدون ما تخبرونا حتى عمي بديقول انه ايه، ايه، اكيد بكرة كيف رحنا عمله بكرة؟ بكرة المسا؟ بكرة المسا؟ لحزة بكرة المسا؟ ايه،raktihan شو أنت شايف شبح؟ اي أنا شايفه للششششششششششششششبه الشوريا كنا برا شوريا كنا؟ عنا البيت ايه ايجا بيضل بيجي على هذا البيت بدون عزيمة راح أتصرف معه هو مؤان انه انا بعرف تعالي شوفي يونه اهلين استاذ شوريا كنا شو جايب معاك؟ جدي شوريا كنا جابلي هي مريول اه شكلك عم تعاني بشغلها يمكن عم تخسر لهيك انت غيرت شغلك من طباخ لصبي غسيل هذا مريول مهك هي نسيتو لهيك انا اجيت من شان اعطيها يا فهمت راح تروح على بيوت باقي المتسابقين يا ترى شكلك معطي لليوم تفضل ارتاح بتشرب شاي؟ ايه تفضل نحنا معنا 24 ساعة العرس بكرة انت ليش بدك؟ تضيع الوقت بشرب الشاي قلتوا عرس؟ عرس مين؟ بظن واضح كتير اني ما راح اتزوج بهذا العمر الزواج الكبير بعيلتنا ما هيك ما هيك رح تتزوج؟ انا قصدي كيف تحدد كل شي هيك؟ فجأة؟ نحنا ما منحط مناشير لنعلن عن زواج واحد من العيلي بالمناسبة انت عندك مشكلة شي؟ يعني اذا ما عندك مانع نحنا بدنا نروح عشغلنا ما هيك رح تتزوجه؟ استزوجه؟ استزوجه؟ سلام اشتركوا في القناة 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 شوفي انا بتمنى ما يكون دهيقتكن انتي و اهلك بزيارتي وباني جبتلك هاد المريول لا استاز بس الموضوع كيف تديقوني؟ شكراً كتير لقلك عالمريول انا لبست هاد المريول وقتل شاركت بالمسابقة لهيك هو له ذكره كتير غالي على قلبي ومنشان هيك رحتي ونسيتيهنيك ايه وكمان فيه شغلة استاز مشان الكلام اللي قلك يا جده اليوم انا عن جدي كتير بعتصر هو ما كان لازم يتصرف معك هيك انا قصدي انت اجيت من مكان بعيد وتعذبت مشان مو مشكلي انت اجيتي مبارح وانا اليوم متل ما بتعرفي الحياة عبارة عن اخد وعطى وبالمناسبة انا كنت عم فكر انه بعد ما اعطيكي المريول تبعيك ااخدك معي اذا ممكن ونطلع نشرب فنجان قهو بس انا ما كنت عرفان انه بكرة زواجك حتى انا ما كنت بارث شو هالحكي مو انت اللي دائما كنت تقليلي انه اهلك بيحبوك كتير وبيهتموا فيك وما بيدايقوك ابدا شو اللي صار فجأة انتغيرت عيلتك الحنونة انن حددولك موعد زواجك بدون حتى ما يخبروكي مو شي غريب اسمعني صار كتير شغلات ببيتي وما عيلتي اخر فترة ولي بسبب انا رح اتزواج بس لانه انا ما فيني شاركك كل شي هالشي ما بيعطيك الحق بانه تزاجني لقلي او حتى تزاج عيلتي او انا ااسف انا كتير بعتذر ما كان بدي دايق ابدا بس بتعرفي من عاداتي دايقكو الطبع بيغلي بالتطبق عادة مو حلوة بفضل ان تتخلص منا لانه ليك الاختيار السيء للكلام والافعال بيأذي كتير ويمكن اكتر من القتل ولهيك حاول تكون حذر انا بعتذر بستأذي بالمناسبة بدي يقلك شغلة تانية يا ريت تفكري كتير مني قبل ما تتزواج لانه قرار واحد غلط كفيل انه يعيشك ندب ويخليكي عم تعاني طول حياتك وهلأ انتبهي على حالك ماشي يلا بشوفك هات كأنه شوريا كان ما غيره وانت كمان تبه سلامة كأنه حاس في انه بهالموضوع يلا بس ماشي يلا بس سيد ما عم صدق آيينة ما بديك شو بديك ما بديك احكي شي بديك تصراف إذا ما بتتصرف وبتلغي اليوم حفلة زواجك من مهك أنا ما رح أرحمك أبدا أنا عم حذرك لآخر مرة لغي زواجك من مهك ولا تفكر إنه فيك تضحك علي بها البساطة حبيبتي اسمعي لا جني هلأ لازم تقبل لي هذا الموضوع ببساطة وإذا ممكن بالحفلة لبسي فستاني يكون كتير حلو وأنيق كمان لأن كتير حابب أخذ صورة مع بنت حماية الحلوة ماشي سلام اسمعي مني بامي مثل ما عم قل لك بالحرف الواحد فاكري مرة تانية انتي لازم تراجع قرارك بتزوج ابنك أجي من مهك مثل ما عم قل لك يا روحي في شي عم بصير بين مهك والإستاذ شوريا كنا أنا شفتهم متأكدة من هالشي منيح أنا شفتهم بعيني من شوية نيناتهم واقفين وماسكين ايدين بعض بالشارع وعم بسلموا على بعضهم كمان ومو بس هيك لا نيناتهم كانوا عم يتطلعوا بعيون بعضهم البعض ومبسوطين يعني مستحيل يغلطوا كل العالم بحق ما هيك حياتي فهمي علي بالأول هي نفتحت عالتلفزيون وبعدين علقوا صورها بالشوارع وبتعرفي شو كمان هاسسني قلبي انه شوريا كنا غالبا كان عم بروح على بيته حبيبتي بامي أنا بظن انه في شي معنو مزبوط بهذا الموضوع وبكرة بتشوفي ما لازم نخبي عنه تعال حبيبي يلا كمني اللي كنتي عم بتقولي شوفي شو بدي قلك حياتي بامي صح انه أنا بعتبره لمهك مثل مثل بنتي بس كل شي لحال وانا ما بقارنة فيكي خيلي انتي قريبتي من جهة بيت أحمس ونال ولهيك من واجبي اتأكد انك صرت بتعرفي كل الحقيقة لهيك انا باقترح عليكي اقتراح انه تسمعي مني ومتل ما عم قلك تعملي الغي عرز ابنك ومهك قبل فوات القوان ولكن لقلي كانت واحدة شايفة حالة كتير وما رح تقتنع أبدا انه الشاب المليونير الأكابر الحلو شوريا كنة عم يتضحك ويتسلى ببنته مهك بقى لهيك عملي اللي فيه مصلحة ابنك وبس ما معنا غير 24 ساعة العرس بكرة عرس مين؟ زواج لكبير بيغلبنا مهك اهلي مما كيفك؟ شوفي، أنت شخص دايماً بتكون مشغول بالشغل وهامل حالها بس هاي الأيام أنت ضايع بأفكارك وهالشي ما بيصير إلا وقت الواحد بيكون يا أمه الآن من شيء يا أمه حابب لهيك بدك تقول أنت الآن ولا واقع بالحب ماما أنت شكلك عم تحضري كتير أفلام يعني مو ممكن مثلاً أني كون عم فكر بالشغل شوي أستاذ في ناس بدون يشوفوك مو أخذين موعد بس أال ضروري هدول العالم أغنياء كتير فيه مدخل حديقة ومسبح برا وكمان شوف من جوا ما أحلى فيه كتير شغلات غالية ما محلها بيجي شي حدا حطيها محلها أنا أبظن أنه هدول الأملاك حقهم أكتر من ملايين يباين عليهم أنه بيحبوا كتير التباهي واضح الشي شتروا كل شي بمصاري غيرهم أنت اللي اللي شغلي واحدة بس ليش إجيتي لهو؟ ليك سمع لازم تضل مع مهك طول حياتك عالقليلة أنت استفاد من اللي عم تتواصل معه ابني تعرفون لها الجماعة؟ مرحبا مدام أنا أنا بامي من المعجبين بشوريا والفائزة بسيدة دلهي مسابقا عملت بمدينة دلهي وهذا بيكون ابني الوحيد أجيه علي وأنا من بكرة رحكون حماتة لمهك وهي حتصير كنتي مدى الحياة بكرة حفلة المراسم إلى أولا مهك مهك رح تتزوج عن جد؟ إيه نحنا حكينا بالموضوع من شهرين وحددنا الزواج مبارح يعني ليش أجيتوا لهم؟ نحنا نحنا أجينا لحتى نهزمك على العرس بس هاي أول مرة منلتقى فيها ونحنا ما منعرف بعضنا منيه وما وصلتنا من عيلة مهك أي عزيمة هنن ممكن أنه ما يعزموك يعني مثل ما بتعرف هدول جماعة كتير بسيطين وما بيعرفوا شي وبما أنه مهك قريبة كتير منكم يا جماعة وإنتوا حتى بتزوروا بيوت بعض لهيك أنا فكرت إيجي لهون وأعزمكم تجو أستاذ أنا ما بدي إياك تدايا أنا رح أحكي وراحكون صريحة بس يعني مثل ما بتعرف أستاذ الناس اللي بمنطقتنا لسه عم بيحكوا لهلا عن اللي صار بينك وبين مهك وكمان في ناس سيقين كتير علقوا صور بالحارة وأنا ما بدي أي حدا يجيب سيرة كنتي مهك بالعاطل وخصوصي بعد ما تتزوج من ابني ليكوا يا جماعة إذا بتحضروا على إنقن وضيوفنا وقت الكل رح يفهم أنه مهك وشوريا كانوا مجرد رفقاته بس ومو أكتر من هيك والناس رح يبطلوا يحكوا عليها بالعاطل إيه إيه إستاذ بهالحالة نحنا رح نتعرف ع بعضنا أكتر آه شو قلت رح تجي ما شكراً إليك على عزيمتك أكيد رح بي عطيني ابني لك نتفضلوا الحلو علق بقات الورد منيح وحط لي الورد كله هون لا تترك شي فاضي ما بتفعلك إذا ما بتخليص وهدول حطهم مع بعض يلا ابني رح غير لي هالأميسة باعك شكله محلو ما خرج الحفلة إيه إيه رح غيره ما تخاف ما رح قلب صلاحات بالحفلة بس خليني خلص إن الزين عشي يلا كمل نهاي شوفي بنتي ما بدك تجهزي حالي ما بقى إلا يوصلوا شو القصة مستحيلكم في حفلة بهذا البيت وتكوني مبسوطة بتضلي معصبي ما نسي وانا مهي ما بعرفين كم المطبع شو عمت عمي أنا رأي جهز حالي يطي أحكيم عن نهاي ماشي أشوف يلا يلا أهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا شرفتوا مرحبا أهلا وسهلا كيفك يا أبنين تسلم ابني يلا امشي يلا أمشي أهلا وسهلا مرحبا يا جماعة مرحبا مرحبا بلوانت كيفك شو هالجمال طلعة حلوة كتير يا بنت حمي أنا نبحتك قبل ما تكمل الحفلة بس أنت ما سمعتيني ما تتدخلي أبدا فهمتي ولا حرف أهلا وسهلا أهلا الأمور كله بخير حلوة شو طالعة حلوة كنتي طالعة حلوة كتير مهيك يلا خلينا نبلش بمراسم الزواج يلا استني شوي ناطرا ضيوف مميزين وما وصلوا قلتي ناطرا ضيوف مين ليكن هون وصلوا أخيرا علق بقات الورد منيح وحط لي الورد كله هون لا تترك شي فاضي ما بتفعلك إذا ما بتخليس وهدول حطهم مع بعض يلا ابني روح غير لي هالأميسة باعك شكله محلو ما خرج الحفلة اي اي راح غيره ما تخاف ما راح قلب صلاحات بالحفلة بس خليني خلص إن الزين عشي يلا كمل نهان شوفي بنتي ما بدك تجهزي حالي ما بقى إلا يوصلوا شو الأصل مستحيل يكون في حفلة بهذا البيت وتكوني مبسوطة بتضلي معصبي ما نسي وانا مهيك ما باعرفين كم بالمطبع شو عم تعمل أنا رايح جهز حالي يطي أحكيم عن نهان ماشي أشوف أهلا سهلة تفضلوا تفضلوا شرفتوا مرحبا أهلين عمي أهلا وسهلة كيفك يا أبنين بسلام ابني يلا امشي أهلا وسهلة أهلا وسهلة مرحبا يا جماعة مرحبا مرحبا بلوانت كيفك شو هالجمال طلعة حلوة كتير يا بنت حمي أنا نبهتك قبل ما تكمل الحفلة بس أنت ما سمعتيني ما تتدخلي أبدا فهمتي ولا حرف أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا الأمور كلها بخير حلوة شو طالعة حلوة كنتي طالعة حلوة كتير ميك يلا خلينا نبلش بمراسم الزواج يلا استني شوي ناطرا ضيوف مميزين وما وصلوا قلتي ناطرا ضيوف مين ليكن هون وصلوا أخيرا مساء الخير مبسطنا كتير إنك أجيتي أنا اللي عزمتون شخصيا شفتي كانتا أصدقاء عائلك كنتي مهيك صاروا من أصدقائنا كمان مهيك طالعة حلوة كتير صح شكرا أستاذ شرفت بتمنى أنه حضرتك تمبسط بالحفلة شكرا أستاذ شكرا أستاذ 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 بgging أنت أنا حزرتك يا عاجي قلتلك ما تروحوا هالحفلة بس أنت ما ردد وتجاهلتك الكلامي هيلا إلك مهك؟ مهك؟ شو شو اللي صنعني؟ شو اللي صنعني؟ مهيك؟ شوريا، مو معقوب؟ مهيك؟ مهيك؟ شو صنعني؟ شو صنعني؟ شو هاد، أنت مهي؟ مهيك؟ 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 ما رأيك؟ مهيك؟ 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 بنتي، صل لك شي حبيبتي؟ أنت منيحة يا قلبي؟ يا روحي انت منيحة تعرفي للحظة خفت عليكي كتير كتير صدقيني شوريا انت منيح ابني اللي عم يجعك شي ماما انا رايح غسل فور اللي صار شي بشع كتير طلعوا كيف في دم عشال مهيك صار لك شي يا روحي شو هاد دم هاد انا منيحة انا رح فوت غسل طيب بدك اجمال لا ما بتطول بعدي ميك انا ماني ولد صغير قدامك موسيقى 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 انا رح اجيب دمعت و ارشح بالاول بدي امسح الدم من عاجبي لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكون اول من يشاهدها اشتركوا في القناة